اهلا بيكم عزيزي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي النهاردة حلقة جديدة ومتميزة من حلقات الفلسفة والمنطق النهاردة هنبتدي ان شاء الله حلقة بتاعة الفلسفة بتكملة الباب التاني ان شاء الله وهي اخلاقيات الوظيفة العامة تعالا كده نفتكر الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على ايه بسرعة احنا اتكلمنا عن اخلاقيات المهنة والمعايير اللي بتيجي في المهنة لكل المهن لكل المهن النهاردة احنا هنتكلم بس عن الوظيفة العامة يعني ايه وظيفة عامة؟ الوظيفة العامة عكس الوظيفة الخاصة الوظيفة العامة اللي بتبقى تابع مؤسسة حكومية اما الوظيفة الخاصة نجار سباك مثلا اللي بيشتغل في شركة خاصة اللي بيشتغل تابع مؤسسة خاصة اللي بيشتغل شغل خاص دي اسمها وظيفة خاصة لكن الوظيفة العامة النهاردة هي الوظيفة اللي حضرتك بتشتغلها تابع المؤسسات الحكومية طب هي المؤسسات الحكومية لما احنا اشتغل فيها الانسان تابع المؤسسة الحكومية ايه بعض المميزات وايه بعض الامتيازات اللي بتديها للانسان اول حاجة بتديها له اللي هي حقوق وامتيازات خاصة حقوق وامتيازات خاصة عن طريق ايه؟ عن طريق القانون وهو قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية اللي معمول به في كل المؤسسات الحكومية يبقى لما أقول أخلاقيات الوظيفة العامة قبل ما أقول أخلاقيات الوظيفة العامة أنا عرفت لك يعني إيه وظيفة عامة يبقى الوظيفة العامة هي الوظيفة اللي الإنسان بيشتغل بها ولكن تبع مؤسسات حكومية لكن لما أقول لك أخلاقيات الوظيفة العامة يعني إيه هي مجموعة من المهام المحددة في ضوء القيم الأخلاقية لخدمة المصلحة العامة لخدمة المصلحة الايه العامة ما قالكش خدمة المصلحة الخاصة ما قالكش خدمة المصلحة الشخصية لحضرتك هو قال المصلحة الايه العامة حيث بتاعتي شغلها زي ما قلت لك حقوق وامتيازات الحقوق والامتيازات دي تبع ايه؟ تبع قانون الخدمة المدنية اللي معمول بيه في البلد طيب هذا يعني ايه؟ ان احنا اولا لو التزمنا بيه الاخلاقيات العامة للوظيفة العامة بالاخلاقيات دي هيحدث ايه؟ هيحدث تحسين أداء تحسين الأداء ورفاهية المجتمع يعني كمان المجتمع هيتحسن وأداء العمال هيتحسن والمجتمع هيتقدم ويبقى فيه رفاهية للمجتمع لو جينا نقول إننا لما عرف الوظيفة العامة وقلت عليها هي مجموعة من المعايير تمام اللي بتحكم إيه السلوك الإنساني سلوك حضرتك سلوكك خطأ سلوكك صح طب لو أنا تخطيت هذا السلوك أو تعدت هذا السلوك أو انحرفت عن هذا السلوك ده اسمه فساد إداري ده اسمه الفساد الإداري يبقى إذن الأخلاقيات العامة والوظيفة العامة اللي بتحكم سلوك حضرتك إن هو بالصواب أو الخطأ دوت بيسمى به الوظيفة العامة أو أخلاقيات الوظيفة العامة دي معايير خلاص؟ انت خرجت عن المعايير دي يبقى أنت عملت فساد إداري طب عملت فساد إداري يحصل فيه إيه؟ يحصل إن حضرتك حققت مصالحك الشخصية فوق وما شفتش خصائص ولا مصالح العامة ولا المجتمع ولا المصلحة العامة للبشر يبقى إذن الأخلاقيات بتاعت الوظيفة العامة لازم يكون فيه معايير بتحددلي المعايير دي بعض سلوك الإنسان أو بتحكم بعض سلوك الإنسان سواء فيه الخطأ أو فيه الصواب يبقى إحنا عرفنا الوظيفة العامة وعرفنا اللي بنشتغل بيها فين وبنعمل فيها إيه؟ وعرفنا أخلاقيات الوظيفة العامة تعالى نشوف عناصر الوظيفة العامة ياريت يكون معاك وراء وقلم وتكتب ورايا وتدون ورايا بعض النقاط المهمة اللي احنا هنتكلم عنها في حلقتنا النهاردة حلقتنا حلوة ومميزة إن شاء الله هتعجبكم عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة أول عنصر منها الالتزام بالقوانين الالتزام بالقوانين يعني إيه؟ يعني إيه عناصر أخلاقيات عامة؟ أنا عندي مؤسسة لازم يكون لها بعض العناصر اللي هنمشي بيها إزاي؟ إنت نفسك تكون بتحب العمل إنت نفسك تكون بتلتزم ببعض القوانين حضرتك بتحترم وقت العمل يبقى عشان تحترم وقت العمل عشان تلتزم بالقوانين عشان تحب العمل عشان يكون عندك احترام لقيم وعادات مجتمعك عشان يكون فيه عدالة وعدم تميز يعني ما جيش في المؤسسة اميز شخص عن شخص اميز موظف عن موظف يكون عندك انتماء للمؤسسة دي انتماء ولاء ليها يكون عندك امانة واخلاص في العمل يكون عندك سرعة في الاتقان وسرعة في العمل يبقى اذا دي اسمها ايه عناصر اخلاقيات الوظيفة العامة يبقى عناصر اخلاقيات الوظيفة العامة الشروط او الحاجات اللي بتتوفر في حضرتك عشان تقدر تقوم بالأخلاقيات دي حبك للعمل اتقانق أمانتك سرعتك انتمائك للمؤسسة احترامك لوقت عملك كل دي بتأدي في النهاية ان يكون عندك أخلاقيات وظيفة عامة يكون عندك أخلاقيات وظيفة عامة طيب مبررات المؤسسات اللي بتهتم بالوظيفة العامة مبررات المؤسسات اللي بتهتم بالوظيفة العامة يعني ليه ليه المؤسسات بتهتم بالوظيفة العامة أول حاجة عشان تحسن خدمة للجمهور أنت هتقدم خدمة للجمهور عن طريق المؤسسة يبقى تحسين الخدمة المقدمة للجمهور يبقى أول حاجة المؤسسة هتهتم بيها أو مبررتها أو أسبابها أن يكون فيه خدمة والتزامات وأخلاقيات وظيفة عامة وهي تحسين الخدمة المقدمة للجمهور تاني حاجة الشفافية بين الموظفين في تنفيذ الأعمال يعني ما خبيش على دوة تقول لا ده مش عارف ما يعرفش وما تقولش لدوة لا فيه شفافية كلنا عارفين إحنا ماشيين اتجاه عملنا إزاي كلنا عارفين المنظمة ماشي إزاي المؤسسة بتاعتك عاملة إيه يبقى إذن فيه شفافية ما بين الموظفين تنمية قدرات العاملين وتحسين أداءهم دايماً أنمي قدرة للعاملين على أنهم يحسنوا أداءهم إزاي يحسنوا أداءهم والله إذا كان أوفر لهم الراتب الكويس أوفر لهم اتجو الملائم للعمل الكويس يبقى إذن أنا بحسن قدرته وأداءه زيادة ولاء العاملين المنظمة ده طبعاً لازم يكون فيه ولاء للعامل تجاه المؤسسة والمنظمة بتاعته اللي بيشتغل فيها العمل كفريق واحد دايماً يقولك إياه خلينا في تيم التيم ده إيه؟ التيم ده أول كلمة في تيم توجزر توجزر إزاي؟ يعني كلنا مع بعض لو إحنا اتعاوننا وكلنا طلعنا إطار واحد وعمل واحد إحنا هنلاقي المؤسسة بتاعتنا بتنهض هنلاقي المجتمع بتاعتنا بينهض هنلاقي نفسنا بنقدم خدمة للجمهور وبتكون خدمة مميزة يبقى الوصول كمان بالمنظمة أولاً جالي ناس عايزين يأخذوا مني بعض الشغل في المنظمة دي أو يتعاملوا معايا لما يلاقوا إن فيه فريق عامل على تحسين أداؤه عامل على انتماء عامل على ولاء عامل على تنمية لكدراته وتحسين أداؤه هو نفسه هيصف في هذه المنظمة أليات تحسين الاعتبارات الأخلاقية الوظيفة العامة إزاي بقى حضرتك أو المنظمة نفسها تحسن الأليات أو تخلي في أليات في أليات يعني في شروط أول حاجة بتحديد سلطات الموظفين والله إنت المدير لأنت نائب المدير لأنت الموظف هتشتغل بكذا لأنت بكذا يبقى أنا هحسن الأول هحدد كل واحد مهامه إيه بالضبط كده زي ما بنعمل في الفصل مجميع المجموعة دي مسؤولة عن كذا والمجموعة دي مسؤولة عن كذا وكل واحد عارف هو مسؤوليته إيه فأنا بحدد المهام للموظفين تاني حاجة تنمية الإيه العقل الذاتي تنمية العقل الذاتي والضمير يعني إيه يعني لازم أحس كل شوية كده أعمل اجتماع للموظفين بتوعي وحسهم على العقل الذاتي أن هم يشتغلوا عشان هم عايزين يشتغلوا أحسهم على أن هم يكون عندهم ضمير في عملهم يبقى تحسين النظام الرقابي للمؤسسة يعني إيه تحسين النظام الرقابي للمؤسسة يعني لازم يكون فيه رقابة شديدة على الأساس ما يكونش كل واحد شغال مع نفسه مش همه أي حاجة مش عارف هو ماشي منين ولا بيعمل إيه ولا المؤسسة دي عايزة إيه لا فيه تحسين النظام الرقابي للمؤسسة تقدير الأداء الأخلاقي المتميز الموظفين عندي موظف متميز عندي موظف أداءه متميز عندي موظف ملتزم عندي موظف بيحب شغله عندي موظف أمين عندي موظف بيتقن عمله كل ده أعمل فيه إيه؟ أقدره أقدره وخليه تقدير بتاعه قدام الموظفين البقين على الأساس يبقى فيه تحفيز لهم إن هم كلهم يبقوا زي هذا الشخص العقاب الشديد لمن يخالف تلك الأخلاقيات عقاب شديد ليه؟ أولاً عشان يكون عندي عقاب شديد لازم يكون الموظف خالف بعض بعض المعايير وبعض الأساسيات بتاعة الشغل بتاعه أو عمل بعض المشاكل مع بعض أصحابه أو مع بعض مؤسسات أخرى إذن فيه عقاب شديد يبقى لازم يكون فيه عقاب للي هيعمل حاجة مثلاً غلط داي في الفصل كده إحنا هنحط بعض المعايير اللي إحنا هنمشي عليها اللي هيتكلم هيدفع كذا أو هيجيب كذا أو هيعمل كذا أو هنعمل معه كذا وإلا هيفتح موبايل وهيعمل كذا وإلا هيكل هنعمل كذا فيه معايير إحنا دايماً بنمشي عليها طب إحنا مشينا عليها خلاص طب لو إنت خلفت المعايير دي هتتعرض للعقاب مقطة اللي بعدها واجب الفيلسوف في الحفاظ على الهوية الثقافية هوية ثقافية يعني حاجة ثقافة من ثقافات المجتمع ثقافة من فترات من فترات المجتمع موجودة فترة من فترات المجتمع طب واجب الفيلسوف ايه اتجاه هذه الهوية اول حاجة كل فيلسوف بيختلف في فكره الفلسفة ليه لان الفلسفة هي نبت طبيعي نبت طبيعي لظروف كل مجتمع يبقى كل فيلسوف لفكره كل فيلسوف لنشأته كل فلسوف النشأة بتاعته بتعكس عليه بعض الظروف وبعض الفكر الفلسفي يبقى إذا هو دلوقتي اختلف الفكر الفلسفي ليه؟ لإن كل فلسفة هي نبت طبيعي لظروف كل مجتمع كل فلسوف يأداءه بيتأثر بيه أولاً الأداء بتاع الفلسوف يتأثر بيه؟ بهوية المجتمع وخصائص الأمة يبقى بهوية الأمة وخصائص المجتمع أو بهوية المجتمع وخصائص الأمة كل فيلسوف أداءه لازم يتأثر بالهوية بتاعة المجتمع الفيلسوف لا يستطيع أن يعزل نفسه يبيقول لا أنا ما أقدرش أن أنا أعزل نفسي ولكن أفكاري تأتي من الحياة اليومية أفكاري تأتي من خصائص المجتمع أفكاري تأتي من الظروف التاريخية اللي المجتمع بيمر بيها وبيعيش فيها الفيلسوف دايماً بيدعو إلى إيه؟ بيدعو إلى الجماعة بيدعو إلى عدم التفرقة لأنه هو كده بيحمي الأمة بيحمي الأمة من التفرقة زي مين؟ داي مين اللي دعا لعدم التفرقة؟ شاطرين أنا سمع حد بيقولي الفيلسوف الألماني هيجل هيجل دعا للأمة إنهم ما يكونوش عندهم تفرقة وليحمي الأمة من عدم يعني مثلا التفرقة ما بينهم بيكون ما بينهم ما بين بعض بعض التعاون يبقى الفيلسوف دايما بيدعي إلى عدم التفريقة الفيلسوف اللي بيقوم بنقل التراث الحضاري شرحه تلخيصه عرضه ليه وامتى لما يكون مبدع فيه لما يكون عنده متأثر بإضافة جديدة بيبتدي ان هو يبدع في هذا نقل التراث الحضاري امتى لما بيشرحه بيلخصه بيعرضه بس بيكون ليه بعد ايه بعض الاضافات بعض التجديد بعض الابداع زي مين زي الفرابي وبن سيناء اللي نقلوا ايه نقلوا فلسفة اليونان دون ايه دون التأثر بهويتهم يعني هم ما خلوش الفلسفة جي تأثر عليهم بس هم نقلوها وعملوا بعض الابداعات فيها واضافوا بعض الاضافات عليها خلي بالك احنا بنتكلم عن الوظيفة العامة ما تسرحش مني الوظيفة العامة او اخلاقيات الوظيفة العامة وعرفنا ايه يشروطها وعرفنا ايه اهم اذبابها وعرفنا ايه اهم اذباب المؤسسات انها تضع اخلاقيات للوظيفة العامة طيب العمل في فكر افلطو دي طبعا النقطة اللي بنتكلم فيها اسمها اختلاف رؤى الفلاسفة في العمل كل فيلسوف ليه رؤى في عمله او لكلمة العمل او لفكرة العمل تعالا كده نشوف فيلسوف العمل في فكر افلطون افلطون اكد في كتاب الجمهورية على ان الانسان ضروري او ان حاجات الانسان بتتعدد واني ما بيستطيعش اجباحها الا عن طريق الجماعة افلطون قال ان يا جماعة عشان انا اجبع حاجتي لازم يكون عندي جماعة لازم اكون مشترك في جماعة عشان اجبع حاجاتي اليومية طب الحاجات الاساسية دي ايه حاجتك انت ايه بتحتاج ايه كل يوم مسكن غذاء ملبس تمام طيب حاجتك الاساسية دي مش لازم لها بعض الانشطة تمام ايه هي لو انت حضرتك قمت بالتلات انشطة عن طريق الغذاء هتحضر غذائك عن طريق مسكنك هتبني المساكن عن طريق ملبسك هتعمل صنوعة الملابس طيب صنوعة الملابس وتحضير الغذاء وبناء المسكن ده كله ايه ده كله بينفذ تلقى الانشطة بطريقتين الانشطة دي بتتنفذ بطريقتين عندي مين خلي بالك عند افلطون ما تسرحش مني اول طريقة وهي ان يقوم الانسان بنفسه في انه هو يسد احتياجاته دي ماكله ملبس ومسكن تاني طريقة عندك وهي ان يتخصص كل فرد في نشاط في نشاط من هذه الانشطة وده طبعا اسمه التقسيم الاجتماعي للعمل لو انت قمت بنفسك فيه سد احتياجاتك واشبحها ده اسمه التقسيم العمل ولكن في المجتمعات البدائية ولكن لو حضرتك قسمت العمل وكل واحد قام بمهام مختلفة او اختصب بحاجة معينة اذا ده اسمه تقسيم الاجتماعي للعمل ولكن في المجتمعات المتطورة اولا ده بيريح الانسان في ايه بيبقى الانسان كل واحد بيقوم بالعمل اللي بيريحه كل واحد بيبقى عنده فترة من الراحة كل واحد بيطقن الحاجة اللي هيقوم بعملها كويس جدا فيبقى اذا العمل لو قام على طريقة التقسيم اللي بقى فلاطون بيقول عليها اذا هيكون فيه تقسيم للعمل واستفاد الجميع من تقسيم العمل فيحصلوا على منتج جيد ويستريح كل فرد بيختلف طبعاً آراء أفلاطون وآراء رجال الابتصاد والاجتماع اليوم في ايه؟ أولاً أفلاطون لم يعطي العمل أو أهمية زيادة الانتاج باعتبره نتيجة مباشرة لتقسيم العمل طبعاً أنا لو قسمت العمل في ايه؟ في زيادة انتاج أفلاطون أخفل عنها ما قالهاش تاني حاجة الهدف النهائي للعمل هو تلبيت حاجات طبيعية فقط فالعمل خدمة يقدمها المنتج للمستهلك العمل خدمة يقدمها المنتج للايه؟ للمستهلك أولاً أفلاطون قال عشان المواطني الأحرار يقوموا بالعمل بنفسهم تمام؟ لازم لهم بعض من الوقت طب أنا أوفر لهم وقت ازاي؟ قالك لأ هما ما يقومواش بأيديهم لا 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 هما يتفرغوا هيعملوا ايه؟ هنجيب العبيد هما بقى اللي يعملوا لهم بعض الايه؟ بعض الأعمال المنزلية بعض الأعمال الحرفية لا المواطنين الأحرار ما يقومواش بالحاجات دي هو دعا لايه؟ دعا للعبودية دعا للنظام الرق والعبد قال لا هما اللي يقوموا بكل الحاجات دي المواطنين الأحرار هما يمتلكوا الأراضي الزراعية آه يمتلكوها تماماً ويبقوا عندهم أطيام ولكن لا يشتغلون بمهنة الايه؟ بالمهنة الحرفية لايه الزراعة فالزراعة دي مطروقة للعبيد يبقى أصبح كمان أن أفلطون بيدعو أن المواطنين الأحرار مش هيقوموا بده كله ما اللي هيعملوا ايه؟ لأ هما هيتفرغوا ندحسوا هيتفرغوا أن هما يدرسوا وبس غير كده مش مهمتهم غير كده مش حاجتهم أخفل أفلطون البعد الاقتصادي أفلطون أخفل البعد الاقتصادي أفلطون قال أن تقسيم العمل أخفله وكمان لأ ده أنت كده ماشي بين المواطنين الأحرار هما اللي هيقوموا بكل ده وإني العبيد هما اللي هيقوموا بالحاجات الايه؟ المهنية والحرفية يبقى إذن عشان يتفرغوا عشان المواطنين الأحرار يبقى عندهم الفرصة في أن هما يقدموا لك بحث كويس دراسة كويسة يبقى ما يملهمش دعوة بالخدمات الحرفية يبقى تعالى كده نفتكر مع بعض أن أفلطون فكرة أفلطون لو قال لي في الاختيارات أني فيه من اللي دعا لي المأكل والأنشطة المسكن والحاجات اللي هي بناء المساكن وصناعة الملابس والحاجات دي وفكرة العبد والرق والحاجات دي ده مين؟ ده أفلطون يبقى أفلطون أمسكه كده وقولي العمل في الفكر بتاعه هو بيقوم على إيه؟ هو بيقوم على حاجات الإنسان وإشباحه عن طريق الجماعة عن طريق إيه؟ الجماعة ولكن ولكن خلي بالك أني لما يقوم عن طريق الجماعة هو مش هياخد المواطنين الأحرار أن هم يشتغلوا في أعمال منزلية في أعمال حرفية ولكن هو يشتغل عن طريق إيه؟ هيشتغل عن طريق الرق والعبودية طيب اشتغل على طريقتين أو نفذ الأنشطة دي عن طريقتين إما حضرتك هتقوم بنفسك أو أن أنت هتخلي بعض كل واحدة يقوم ببعض الإيه؟ ببعض المهام بنفسه إحنا المفروض هنتكلم عن العمل في الفكر الأرستي وقلنا أن العمل في الفكر الأرستي أرستو مش على منهج أستاذه وقال أن المدينة هي أعلى وحدة اجتماعية وسياسية ووفر أسباب السعادة وهي اللي بتوفر أسباب السعادة لأعضاءها يبقى أرستو قال أنا همشي على نهج أستاذي وهقول أن المدينة هي والوحدة الاجتماعية السياسية اللي بتوفر السعادة لأعضاءها طيب أرستو ده عمل نظام إيه؟ مش زي أفلاطون قال نظام الرق ونظام العبودية وقال أن النظام الرق ده نظام طبيعي بيصف العبد بأنه حكتين قال للحياة وقالة منزلية آلة للحياة وآلة منزلية آلة للحياة ليه؟ لأنه بيقوم قلتلك بالأعمال المنزلية لأن ده ما يتوافقش مع المواطنين الأحرار أو المواطن الحر وقالة للحياة وجود ضروري لإنجاز الأعمال الآلية اللي هو بقى يقف على آلة يشغل في مصنع الحاجات دي تبع الرق والعبد يرى أرستو أن الطبيعة تؤدي إلى التمايز ما بين البشر فجعل بعضهم قليل الذكاء أقوياء البنية وبعضهم أكفاء للحياة يعني أصبح أنه هو صنف الطبيعة دي الحكتين طبيعة بتصف أنه صنف أن العبد يكون في الرق وطبيعة وعبد حر عبد رق وعبد الحر الحر اللي هم المواطنين الأحرار والعبيد اللي هم الأرق أنا دلوقتي يعتبر خلصت العمل في الفكر عند أفلاطون والعمل في الفكر عند أرستو وعرفنا أن أرستو خلاص بقى بيتأثر بقراء مين بقراء أستاذه اللي هو أفلاطون إن شاء الله الحلقة اللي جاية إحنا هنتكلم عن باقي العمل في فكر آدم سميس وهيجل وابن خلدون بإذن الله أتمنى لكم دوام التوفيق وأستعادة اشتركوا في القناة